الوطن في أسبوع أنجزت وزارة الشؤون البلدية والقروية أكثر من 139 ألف معاملة للرخص التجارية والإنشائية إلكترونيا عبر بوابة بلدي خلال الأشهر الثلاثة الماضية كما أنهت أيضا وزارة الإسكان ومثلة في وكالة الأراضي والشؤون الفنية بالتعاون مع وزارة العدل فرد 17 مخططا سكنيا بإجمال يتجاوز 16 ألف سكتة وزعت في ثمانية مناطق حول المملكة الخبر الآخر انتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ 84 مشروع مائي وبيئي حتى نهاية شهر مايو من العام الجاري 2020 في مناطق المملكة المختلفة بتكلفة بلغت 2.7 مليار ريال كما دعا أيضا مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص المستثمرين والشركات إلى الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها للتخفيف من أثر جائحة كورونا بقيمة تفوق 36 مليار ريال ويستفيد منها نحو 17.511 منشأة وعدة مشاريع كذلك تنموية كذلك أنجز صندوق التنمية العقارية أكثر من 873 ألف خدمة إلكترونية للمستفدين منذ تطبيق العمل عن بعد وذلك عبر منصاته إلكترونية طبعا هذه المنجزات التي نشاهدها والأخبار التي نستعرضها في الوطن في أسبوع هي أبرز الأخبار التي قدمتها الجهات في المملكة العربية السعودية وبإذن الله في كل أسبوع نستعرض أبرز المنجزات في الوطن في أسبوع من خلال الأخبار بالأرقام والمعلومات التي قدمها الجهات